من أزمة اللحوم عند الاهتمام بنشر تربيته ورعايته لدى المزارع الصغير أما عن تفريخ بيض السمان فيختار البيض الصالح للتفريخ إذ يشارط أن يكون نظيفا خالي من التشوهات بالنسبة للقشرة خالي من الشروق والكسور ولا تزيد مدة تخزين البيض عن ثلاثة أيام في درجة حرارة 15 درجة مئوية أما عن الرطوبة فهي نسبية في حجرة حفظ البيض إذ تتراوح ما بين 75 و 85 بالمئة ودرجة حرارة التفريخ يجب أن تصل إلى حوالي 37 درجة مئوية وفي الثلاث أيام الأخيرة تكون درجة الحرارة حوالي 36.5% ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 60 إلى 70% فيما يخص تقليب البيض يتم تقليب بيض السمان ما بين 10 إلى 12 مرة في اليوم أوتوماتيكيا ولا يتم تقليب البيض في الثلاث أيام الأخيرة من التفريخ لكن وللأسف الشديد فهناك مجموعة من المزارعين المبتدئين الذين يجدون صعوبة في الحصول على البيض بالإضافة إلى صغر حجمه ولهذا العامل جانب كبير من الأهمية حيث يتعرض البيض للكصر وصعوبة النقل وعظم دمان مصدره ثم عدم وجود ماكينات خاصة بالتفريخ وكثرة عدد البيض المخصب بالإضافة إلى نفوق الأجنة في البيض وكثرة البيض المحتوي على أجنة ميتة مع اختلاف مواعيد الفقص وتشوه الكاتاكيت هذا كل ما لدينا لحلقة هذا اليوم نتمنى أن نكون قد قدمنا الإفادة لا تنسوا الاشتراك في القناة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وإلى حلقة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة